موسيقى قضية اغتيال سيدة الأعمال الصينية التي لقيت حتفها في الرابع عشر من يونيو الماضي إثر هجوم مسلح نفزه بعض من المجرمين بالقرب من منزلها الكائن بحارة كلمت حيث تصدرت هذه القضية قائمة الملفات المقدمة والتي تناقشها الجلسة الجنائية الثانية لهذا العام وقبيل الافتتاح الرسمي عرض المقرر العام القضية والمتهمين وكذلك المتآمرين معهم في قتل سيدة وانج ليانج فن أما المداعي العام مختار عبد الحكيم دوتوم فقد طرح هو الآخر بعاد القضية وكيف تم القبض على هؤلاء المتهمين وقال أنهم يمثلون أمام القضاء للنظر في قضيتهم مقدما شكره لأفراد الشرطة والجهات الأمنية في عمليات التحقيق والتحري حتى تم القبض على المجرمين وأضاف بأن القانون سيأخذ مجراه وفقا لقانون العقوبات الكادية وأمام أنزار وزير العدل جمع عربي ورئيس المحكمة العليا سمير آدم افتتحت الجلسة الجنائية الثانية والتي مثل فيها أمام المحكمة كل من جمال عبد الرحمن سليمان وعباس تونكو إيربي وسليمان رمضان حقار وأبي سوبركة كمتهمين في قضية اغتيال وانج ليانج القضية التي تتابعها الجالية الصينية المقيمة بالعاصمة أنجمين عن كثب وتترقب الحكم النهائي الذي تصدره المحكمة بعد انتهاء الجلسات التي تستمر لثلاثة أيام من تاريخ افتتاحها موسيقى